شاركت توزيرة البيئة ياسمين فؤاد في لقاء وزري رفي على المستوى حول إشراك قطاعات الأغذية الزراعية في إطار كومينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بكولومبيا أوضحت توزيرة البيئة أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي لمساعدة البلدان على تحديد حلول الأغذية الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي مضيفة أن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وأكدت ياسمين فؤاد على أهمية الزراع المستدامة المسؤولة من خلال التغير سلسلة دورة الحياة الزراعية وتغير طريقة التعامل مع المحاصيل التقليدية والتحول لمحاصيل أكثر مرونة مشيرة إلى أن المصر مؤخرا قامت بإصلاحات في السياسات الزراعية من خلال استخدام مياه أقل واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية وتوفر حوافز المزارعين لتمكينهم من تحقيق هذا التحول وذلك بمشاركة القطاع الخاص